موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته قلنا في لقاء سابق عن العلم أن هذا العلم له شرفه وله مكانته والعلماء لهم مكانتهم ومنزلتهم وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الأمم أن تخرج من بنيها وذويها من يتعلم هذا العلم من يقوم بهذا الواجب ولذلك خاطب الله سبحانه وتعالى نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمراً أن يقول وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء قال مولانا سبحانه وتعالى في أواخر سورة التوبة فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ أمة فيها علماء في جميع المجالات فيها علماء في الدين علماء في الطب علماء في الاقتصاد علماء في السياسة علماء في جميع مناح الحياة أمة تتقدم أمة يرتفع شأنها أمة تعلهامتها قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كأني به فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن وفي رواية الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس رجل آتاه الله علماً رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار مع علمه على الدوام يتعلم ويعلم ويربي ويؤدب ويطالع الناس بعلمه ويطالع الناس بمنحة الله سبحانه وتعالى له لا حسد محمود مشروع إلا في اثنتين رجل آتاه الله العلم أو القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار وفي رواية رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس ورجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق مولانا سبحانه وتعالى يخبرنا بشرف هذا العلم فقال وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الله أكبر الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هذا عطاء الله وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وهذه نعمة من نعم مولانا فيا أيها العلماء أخلصوا لله سبحانه وتعالى ورب المجتمع على هذا العلم ولا تبخلوا أبداً على الناس بعلمكم قال نبينا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وَلَكُمْ مَنْزِلَتُكُمْ وَلَكُمْ سَوَابُكُمْ وَلَكُمْ مَقْعَدُكُمْ وَلَكُمْ مَقْعَدُكُمْ عِندَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَتَعَالَى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا عالماً أو متعلماً لا خير في هذه الدنيا إلا أن تكون من أهل العلم إلا أن تكون متعلماً إلا أن تكون مستمعاً لعلم إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تجلب الخيرات وتجلب البركات ولن يتأتى لك علم إلا بتقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله لن يتأتى لنا علم إلا بالإخلاص إلا بالصدق مع الله سبحانه وتعالى لن يتأتى لنا علم إلا بالهمة العالية كما كان الأوائل رضي الله عنهم وأرضاهم اقرأوا سيرة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه الذي كان صاحب همة عالية لن يتأتى لنا علم إلا بالصحبة الطيبة إلا بالتعلم والتعليم إلا بتعليم الناس الخير العلم شرف العلم مكانة عالية العلم قدر عظيم العلم منحة من الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العلماء المخلصين المخلصين وأن يرفع قدر أمتنا بالعلم وبعلمائها بفضله سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله